اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين امس زي ما قلت لحضراتكم من بارح بالليل كان فيه اجتماع كبير جدا او مهم جدا ما بين كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي يديني الاتحاد المصري لكرة القدم وكابتن حسام البدري انتهى هذا الاجتماع الى طلب كابتن احمد مجاهد من الكابتن حسام البدري تقديم استقالته ولكن الحقيقة كابتن حسام بعد ما تم الاتفاق ما بين كابتن احمد مجاهد وكابتن احمد حسام على ان الكابتن حسام حيقدم استقالته كابتن حسام بعت لكل الصحفيين ان هو رفض الاستقالة وسيكمل مشواره مع المنتخب الوطني بعدها على طول طلع قرار رسمي باقالة الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي عشان تبقوا حضراتكم عارفين ان الاقرب لقيادة المنتخب الوطني حتى هذه اللحظة هو مستر نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم بغض النظر بقى احنا يعني موافقين على هذا الكلام ولا مش موافقين انا بقول لحضراتكم ايه الاقرب في ما يدور في اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن لما لقوا ان هناك غضبة جماهرية كبيرة على وجود مستر نيلو فنجادة ابتدى يتحط اسم مصري اخر مع نيلو فنجادة خلال الفترة القادمة وسيتم الاتفاق ما بينهم خلال الايام القادمة بمعنى ايه؟ بمعنى ان نيلو فنجادة بعدما اتخذ اللجنة الثلاثية القرار باقالة الجهاز الفني كان نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم هو الاقرب لقيادة المنتخب الوطني لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني اخر ولكن كان هناك غضب كبير لان نيلو فنجادة الحقيقة من الناس اللي سفي بتاعها قوي وكل حاجة ولكن بقاله فترة طويلة جدا لم يحقق نجاحات على الارض وهنا انطفت ايضا جمهور السوشال ميديا والجمهور المصري في كل مكان وابتدت اللجنة الثلاثية انها تعيد التفكير مرة تانية ولكن ايضا كان هناك اتجاه في السوشال ميديا ان كابتن حسام حسن نفسهم ان الكابتن حسام حسن يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة ولكن ايضا اللي عايز اقوله لحضراتكم ان السباق الان ما بين نيلو فنجادة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وكابتن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الاسماعيلي هو ده السباق قائم الان ما بين فنجادة وما بين كابتن ايهاب جلال الاقرب او كان فيه تفكير اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد ان يكون هكتور كوبر مديرا فنيا للمنتخب الوطني لان هكتور كوبر عارف العقلية المصرية ده الكلام اللي هم اللي بيتكلموه مع بعض ان هكتور كوبر عارف العقلية المصرية وعارف وكان عنده تجربة ناجحة جدا هنا سواء بالوصول الى نهائي افريقيا بعد غياب طويل ثم الصعود الى كأس العالم لتاني مرة او لتالت مرة بعد مدة طويلة جدا من 1990 ساعاتنا 2018 2018 وبالتالي كان كوبر هو الاقرب للقيادة الفنية لغاية لما تم الاتفاق على نيلو فنجادة وزي ما قلت لحضراتكم دلوقتي التنافس ما بين نيلو فنجادة وكابتن ايهاب جلال من سيكون المدير الفني للمنتخب الوطني من وجهة نظري والاقرب او معلومة انا اسف هي مش وجهة نظر ان نيلو فنجادة وليه نيلو فنجادة هقول لحضراتكم لانه نيلو فنجادة هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم وفي نفس الوقت هو بيقبط من الاتحاد المصري هيبقى مدير فني ومدير فني وحيجيبوا معاها كابتن اصام الحضري سيكون مدربا لحراسة المرمى في المنتخب الوطني مع اي جهاز مع اي جهاز كابتن اصام الحضري هيكون موجود وايضا من الاسماء المرشحة وبقوة لان يكون متواجد في الجهاز كابتن محمد شوقي طبعا المدرب منتخبنا الولمبي في الفترة السابقة مع كابتن شوقي غريب اللي كان المدير الفني للمنتخب الولمبي وبالتالي هو ده الكلام اللي بيدور في ذهن كل او في اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم والكلام كتير جدا على الاقرب حتى هذه اللحظة هو فنجادة بان يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني مع كابتن محمد شوقي ومن المحتمل ان يكون هناك مدرب عام اخر وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري هو اللي دامن مكانه خلال الفترة القادمة كان مدربا لحراسة المرمة في الجهاز الفني الجديد طيب بالنسبة لمحمد بركات محمد بركات مدير المنتخب في جهاز الكابتن حسام البدري محمد بركات خمسين خمسين هناك البعض او بعض الاراء بتقول ان محمد لم يكن يتدخل في الامور الفنية وان الامور الادارية الحمد لله كانت ماشية في شكل جيد ما عندناش مشكلة محمد بركات اسم كبير اسم له ثقل داخل المنتخب الوطني وداخل مصر وداخل النادي الاهلي وبالتالي ممكن جدا ان هو يكمل مع نيلو فنجادة ولكن لسه زي ما قلت لحضراتكم وجوده كمدير المنتخب ما بين خمسين في المية لوجوده خمسين في المية لعدم وجود كابتن محمد بركات كمديرا للمنتخب خلال الفترة القادمة عموما خلال الساعات القليلة القادمة او بكرة الصبح بالكتير او طوال اليوم بكرة كل حاجة حدبان ولكن الاقرب حتى هذه اللحظة ان يكون فنجادة هو المدير الفني للمنتخب الوطني في منافسة شرسة وقوية من الكابتن اهاب جلال الكابتن اهاب جلال معروف طبعا مجموعة العمل اللي بتشتغل معاه واللي كان لها سبب كبير جدا في ان الكابتن اهاب جلال ما يمسكش المنتخب الوطني ايام ما كان هناك اتفاق معاه ومع الكابتن حسام او تنافس ما بينه وما بين الكابتن حسام البدري قبل ما يكون كابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني وبالتالي خلينا ننتظر لبكرة مهم جدا 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 ان احنا ننتظر ونساند ما يحدث لانه احنا عندنا مطشط مهمة يا شبه يا جماعة يعني لكل الجمهور اللي بتفرج علينا عندنا مباريات مهمة جدا 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 خلال الفترة القادمة ممكن جدا المطشين اللي جايين يلعب في انجادة كمدير فني مؤقت للمنتخب الوطني لحين التعاقد بقى مع او تقدر تدرس الامور بشكل جيد هل سيكون التعاقد مع مدير فني اجنابي هل سيكون التعاقد مع مدير فني مصري ده اللي هنشوفه خلال الايام القادمة ولكن حتى لو في انجادة مسك هيكون مدير فني مؤقت للمنتخب الوطني ده باختصار الحقيقة برضو فيه كواليس كتيرة جدا وحاجات كتيرة حصلت امبارح من بعض او اول امبارح قبل ليلة المباراة وتمرينة لما البعض اللاعبين عرفوا ان هم مش هيلعبوا في المباراة حصلت مشدات ولولا تدخل كابتن محمد بركات في هذه النقطة ووقوفوا ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني كانت الامور هتبقى صعبة جدا ولكن يعني في الاخر اتلمت الامور فيه كواليس كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها ولكن خلينا ننهي هذه الفترة بما لها وبما عليها كابتن حسام البدري وكابتن طارق مصطفى وكابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض حقيقة نتمنى لهم التوفيق في مكان اخر بعد قرار اقالتهم من المنتخب الوطني ان شاء الله تستطيع اللجنة الثلاثية ان هي تضع او تضع مدير فني جيد للمنتخب خلال الايام القليلة القادمة